طيب معاكم بالتأكيد لأن في خبر مهم جدا نشر منذ قليل على حساب موقع في الجول وهو مصدر في ربطة الأندية أعلن بشكل رسمي عن تحويل شكوى نادي المقاولون العرب حول إعادة مباراة بيراميدز إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الحصول على رد من لجنة الحكام ثم بعد ذلك الرد على نادي المقاولون العرب إذن بعد شكوى المقاولين العرب في منتصف الإسبوع الماضي ضمنه على الحساب الرسمي لموقع في الجول أعلنوا من خلال مصدر في ربطة الأندية أن شكوى المقاولين العرب اللي احنا استعرضناها واتكلمنا فيها والحمد لله كان فيها صبق صحفي وإعلامي مهم جدا هنا من خلال برنامج التريند والمقاولين يعني درس اللي احنا قلناه ولأ أن فعلا في مشكلة في مباراة المقاولين وبرمز هي الفكرة في حد ذاتها أن الشكوى دي كان بالزبط بقالها خمس أيام النهاردة لسه الرابطة بتحاولها للاتحاد بس الاتحاد اداها لمين اداها لللجنة أنا بس عندي استفسار صغير هي اللجمة الحكام هنا هتطلع تقول أنا غلطت في تعيينة محمد الحنفي يعني لجمة الحكام هتقول أنا غلطت يعني هتطلع تقول آه أنا عملت حاجة غلط اتحاد الكورة اتحاد الكورة ودي كده رسالة لاتحاد الكورة مشكلة مباراة المقاولين وبرمز هتبقى مشكلة كبيرة جدا لو اتاخد فيها قرار مخالف للقانون هتبقى مشكلة كبيرة جدا لو اتاخد فيها قرار مخالف للقانون وبالتالي أنا بوجه نصيحة للمسؤولين في اتحاد الكورة المباراة دي ما تبعدش لجنة الحكام افهم اللجنة هي عينة الحرف ازاي بس روح اعمل لجنة محايدة من خبراء التحكيم وعندك وعندك وركزوا تحت كلمة عندك دي حط تحتها ميت سطر عندك احد الحكام الدوليين معد بدني في الاتحاد الافريقي ارجعلوا اسألوا اسأل الحكام الدوليين اللي موجودين معاك وارجع لليحة الفيفا وارجع لليحة الحكام او التحكيم في مصر وعلى هذا الاساس خد الرد وابعته للربطة والنادي المقاولين وانا بقولك لو عملت الاجراءات دي وسألت المختصين بجد انت هتاخد قرار باعدت المباراة لكن هتسأل بريرة بريرة هيقولك مين وفين وازاي ده الحنفي يس 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 مش هيقولك نو 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 يعني هيعمل لك كده ده قراره هو هيتلع يقولك انا غلط هيتلع يقولك انا خلفت تعليمات الفيفا استحال هيعمل كده فرسالة الاتحاد الكورة بما ان الربطة حولت لك الملف وانت حولته لللجنة اعرف من اللجنة هيعملت ايه بس لما تيجي تاخد قرار اسأل لجنة محايدة اعمل لجنة محايدة من خبراء التحكيم بس ما يكونش فيهم يعني كابتن عصام عايزين خبراء التحكيم يتكلموا في التفاصيل دي خاصة هنتكلم في حاجة بدنية اسأل فيها عندك حكم دولي معد بدن في الاتحاد الافريقي وعندك حكام دوليين بيحكموا اسألهم وبناء على ذلك وارجع كمان لخبراء التحكيم السابقين عندك كتير وكلهم تلقوا في الاعلام وتكلموا يعني واسأل الحكام السابقين اللي هم كانوا بيخشوا الاختبارات دي وبينجحوا ما تجيب ليش حد دخل مرة وسقط ورجع تاني وكان بيختبروه في الفجر ما حدش يعرف ودخل وانتو عارفين مين كان بيحصل معا كده فاسألوا الناس بجد اللي راحت بطلاطة دولية كبيرة اسألوهم واعرفوا الكلام ده صح ولا غلط لان اي قرار غير اعادة مباراة المعلون بيرامدز هتبقى مخالفة صارخة في الدول كمان مستنيين نشوف قرار الربطة في موضوع سموحة وبيرامدز الظرف القهري اللي حصل من خلال الحريق في احدى المولدات اكيد هنشوف قرار الربطة باعادة هذا اللقاء كمان خلال الفترة جاء عشان يبقى عندنا مباراتين بيرامدز والمولين وسموحة وبيرامدز